موقع حصص اونلاين نضع العلم بين يديك امتحان 3 اظهر؟ مع السلامة نذهب إلى امتحان 4 لم يكن لديك اشئات احصائي و الاحتمال انا انتقل لامتحان 5 كان لديك اشئات اوهر؟ لا نأخذ امتحان 5 وصلنا عند الامتحان يعتبر الخامس الثالث والرابع لم يكن لديك اشئات احصائي و الاحتمال نأتي للسؤال هذا. بكم طريقة يمكن اختيار مجموعة مكونة من أربع طلاب؟ من مجموعة فيها خمس طلاب. بس هيك السؤال؟ اه بس هيك السؤال. هذا السؤال يا أستاذ اللي هو حلوه بصير زي هيك. هيك بنعمل هيك. هم خمسة بناخد منهم أربع. بس. ودايما العدد اللي كبير فوق والعدد اللي صغير تحت. لانه مستحيل اللي صغير يكون فوق اللي كبير تحت. خلاص الجواب دل. بس هيك يا أستاذ. اه بس. أربع طلاب من خمس طلاب. أربع من خمس. خمسة بناخد منهم أربع. خلاص بنعمل هيك. طوافيق. دايما عدد تاخد منه عدد. طوافيق يا جماعة. عدد بناخد منه عدد. طوافيق. والسؤال ما بيكونش فيه ألا عددين. عدد من عدد. بس. خلاص هيك. هيك حل السؤال حد. بس. آه بس. طب هذا زي هدية يا أستاذ. هو زي هدية يا سيدي. إن شاء الله اللي متحن كله بطلع هدية. يلا اللي بعديه. هات السؤال هاد. معطيني في السؤال هاد. مضروب نون. ناقص مضروب 3. يساوي 114. وبدو قيمة ايش؟ بدو قيمة نون. المضاريب يا جماعة. حفظين المضاريب؟ آه المضاريب حفظينهم يا أستاذ. اللي هو مضروب الصفر يساوي واحد. ومضروب الواحد يساوي واحد. مضروب اللي اتنين يساوي اتنين. مضروب عشرين. بيكفي يا أستاذ. وعارفين مضروبها. مضروب السبعة. عارفين يا أستاذ. خمسين اربعين. رقم مميز. طيب. هايه المضاريب. تعال نشوف. مضروب نون ناقص مضروب 3. يعني هون برضو مضروب النون تساوي. مية واربعتاش زال ستة مية وعشرين. طب أستاذ هون في مضروب. وهون المية وعشرين ما فيش مضروب. يا سيدي بنحط لها مضروب. دور على المية وعشرين. مضروب النون دور على المية وعشرين. هاي هاي أستاذ مية وعشرين. اللي هي مضروب الخمسة. احط هون مضروب الخمسة. خلاص أستاذ. المضروب. مع المضروب. نون تساوي. نون تساوي خمسة. خلاص. هاي الجواب يا جماعة. نون تساوي خمسة. وينها نجيب. ماشي يا جماعة سهل السؤال هاد. ممكن واحد يبلش يحل السؤال يجرب الأعداد اللي موجودة هون جرب الأعداد والعدد اللي بعطيك الجواب الصحيح بيكون هو الجواب بيكون هو إيش الجواب ها بتحل بالطريقة هاي سهل جدا الحل اللهم صلى لسيدنا محمد إذا كان إيش إذا كان احتمال أن يصيب شخص هدفا في كل طلقة يطلقها على الهدف 8 بالعاشرة فإذا أطلق خمس طلقات سؤال إيش هذا يا جماعة أستاذ هذا سؤال ذا الحدين سؤال ذا الحدين هذا يا أستاذ لأنه فيه احتمالات وفيه طلقة وأطلقها والقصص هاي طيب ذا الحدين شو بنكتب هون أول إيش نون بعدين سين وسين بتبلش بصفر يا أستاذ وهون بنحط آلف اللي هو العدد اللي مش صحيح وهون واحد ناقص آلف والنون هو العدد الصحيح إذا كان احتمال أن نصيب شخص هدفا ما في طلقة 8 بالعاشرة 8 بالعاشرة هذا ألف بتصير 8 على 10 طيب يا أستاذ 8 على 10 معناته هنا 10 ودائما بنطرح 10 ناقص 8 أي 2 على 10 فإذا أطلق خمس طلقات يعني نون 5 إذا سين صفر واحد اثنين هنوصلها لنون ثلاث أربعة خمسة وصلت لنون ما احتمال أن يصيب الهدف مرة واحدة على الأقل مرة واحدة على الأقل مرة واحدة على الأقل يعني يا واحدة يا اثنين يا ثلاث يا أربعة يا خمس ما شاء الله ده كلهم معدى مين معدى الصفر وهاي يا أستاذ إلها حل خاص بنكتب هيك كل الاحتمالات معدى معدى الصفر كل الاحتمالات يعني واحد معدى يعني ناقص طب الصفر هنحط ثلاث أقواس هنطبق القانون على الصفر أيوة يبقى احتمال أن نصيب الهدف مرة واحدة على الأقل يعني يا واحدة يا اثنين يا ثلاثة أقل إشي واحد وإطلع فهذا كل الاحتمالات معدى الصفر كل الاحتمالات يعني واحد معدى يعني ناقص الصفر هنطبق على الصفر بنكتب هدول الأربعة بالترتيب نون خمس سين صفر ألف تمانية على عشرة وهون اثنين على العشرة الصفر بيجي هون خمسة ناقص صفر إيش خمسة جماعة الإصفار إحنا بنسامحهم فبيصير عندك الجواب واحد ناقص اثنين على عشرة قصة خمسة اثنين على عشرة قوة قوة خمسة اثنين على عشرة قوة إيش يا جماعة قوة خمسة يعني هيك يا أستاذ واحد ناقص اثنين على عشرة ممكن نكتبها اثنين بالعشرة قوة خمسة هده دوائر ولا حل لا يا أستاذ هده حل إذن لما توصل للخطوة هاي هيك انت بتاخد علامة علامة كاملة مية بالمية واحد ناقص اثنين بالعشرة قوة خمسة يعني منحسبش يا أستاذ لا تحسبش يا سيد قوة خمسة جدا. تاخد علامة ايش? علامة كاملة. يبه هذا سؤال يجي مع مين? سؤال ذا الحدين هيكو شفتوه وعرفتو كيف سؤال ذا الحدين بيجي. واحنا يعني هاينا مكملين الامتحانات برضو بتاخد خبرة في سؤال ذا الحدين. والحابي بيرجع يحضر الدرس كامل يحضروا ما في اي اشكالية. ايوه السؤال اللي بعدي. اذا كان سين متغيرا عشوائيا يدبع التوزيع الطبيعي. اه سؤال التوزيع الطبيعي هاد. ايوه. في شغل السؤال هاد. الذي وسط الحسابي اربعين. هون بنيجي نكتب يا جماعة الوسط. اربعين. وانحراف المعياري خمس. الانحراف. خمس. طيب. اجب عن كل مما جد قيمة. لا. ايوه. لام. سين اقل من او يساوي خمسة واربعين. اول خطوة في هذا السؤال بتصير لام. انتبهوا معي الان. لازم السين تتحول لزين. طب وبعدين. العدد يا استاذ. بنطرح منه الوسط. اربعين. ونقسمه على الانحراف خمسة. ايوه. يبقى دايما. دايما السين تتحول لزين. والعدد بنزل. ناقص الوسط. على الانحراف. طيب. احسب يلا. بتصير لام. زين اقل من او ساوي. خمسة واربعين نقص اربعين خمسة. خمسة على خمسة واحد. لا سهلة جدا. هذا الجواب بنجيبه من الجدول. بس عشان نروح عن الجدول فيه عندي شرطين. بتشوف. العلامة جهة العدد. اه. العدد موجب. اه. اه. اذا صح صح. ما فاكرين هاي صح صح. زل واتس اب. نرجع على الجدول ناخد الجواب مباشرة. نشوف لي الواحد. وين الواحد? هاي يؤسز الواحد. باخد الجواب اللي تحت الواحد. اللي هو يطلع. تمانية. اربعة. واحد. تلات. لا تنسى الفاصلة. واللي بيطلع هاد احنا بنسمي ايش? بنسمي الاحتمال. وهو شو طالف في السؤال يا استاذ? جد قيمة لام. خلاص احنا جبناه لام هاي. طب ممتاز. هذا رقم واحد. هذا فرع ايش? هذا فرع واحد يا استاذ. فرع اتنين. بحكي لي جد قيمة الف حيثو. لام زين اكبر منه وسو الف يسوى هادا الرقم. اكتب لي اياها هاي هون والله. لام زين اكبر من او يساوي الف. تساوي اتنين ستة صفر صفر فاصلة صفر. طب الجدول. الجدول ما عطيني لام زين اقل من او يساوي الف. استنى شوية الان. استناني شوية. اكتب لي هاي اللي في الجدول هون جنبيه. هاي اللي في اقل من او يساوي الف. هتساوي. بنقارن. شو بنقارن يا استاذ? بتقارن العلامة. اتجاه العلامة مع اتجاه العلامة. العلامة هاي والعلامة هاي. هاي راحة يمين? هاي راحة شمال. ازا نحط غلط. اكس. استنى الاكس هاي حط اللي يبعيد شوية. وبنقارن اشارة الالف واشارة الالف. نفسها يا استاذ. نفسها يا استاذ. تمام التمام. واحدة صحة واحدة غلط. بطرح الرقم هذا من واحد. واحدة صحة واحدة غلط. بطرح الرقم هذا من واحد. كيف بتطرح الرقم هذا من واحد? فوق العدد الاول يعني بحط عشرة والبقين تسعات. يعني عشرة ناقص اتنين تمانية. حط اللي الجواب هنا مرضى عنك. تسعة ناقص ستة تلاتة. تسعة 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 تسعة. ممتاز يا استاذ. يبقى تاني. بقارن العلامة اتجاهها مع اتجاه العلامة. واشارة الاف مع اشارة الاف. طلع واحدة صح واحدة غلط. بطرح الرقم هذا من واحد. وطبعا الجواب وين نحط? الجواب هناك. تطرح وتحط الجواب هون. طب احنا هيك طلعنا الاف? لا. بس شوف لي الجواب هات تسعة تسعة تلاتة تمانية وين في الجدول? آه تسعة تسعة تلاتة تمانية. جاي تحت مين? الالف تبعته اتنين ونص. معناته يا سيدي. ايزا الاف تساوي اتنين ونص. الاف تساوي اتنين اتنين ونص. هاي طلع طلع قيمة ايش? قيمة الاف. سهلا والله صعبة. يبقى انا كتبت اللي معطيني اياها. وشو عملت? كتبت اللي في الجدول لامزين اقل ما سوى الاف. قارنت واحد صح واحدة غلط. طرحت هذا العدد من واحد. شفت هذا العدد في الجدول طلع مع الاف يساوي اتنين ونص. تمام. نيجي الان للسؤال اللي بعديه. طب استاذ لو كانت اكس اكس او غلط غلط باشوف هذا علطة. باخد هذا الرقم نفسه هون. باخد هذا الرقم نفسه ايش? نفسه هون. حكنا قبل هيك في سؤال. جينا لهذا السؤال وهذا سؤال مكرر. اه هذا التوزيع الاحتمالي. معطيك هون اتنين بالعشرة. وتلاتة بالعشرة. واحد بالعشرة. وبدو كاف. لا هذا سؤال سهل كتير. سؤال سهل كتير. ليش? لو جمعت هدول اتنين بالعشرة. هنحله بالطريقة هاي المرة هاي. وجمعتها مع اه الكاف السريع. زائد تلاتة بالعشرة. زائد الواحد بالعشرة. لازم يعطيك واحد صحيح. طب ما هو يا استاذ هاي. عندي اتنين بالعشرة. وتلاتة بالعشرة صاروا خمسة. واحد بالعشرة صاروا ستة. معناته كاف اربعة بالعشرة ع طول. على السريع كملناهم. كملناهم على ليرة. اتنين بالعشرة. وتلاتة بالعشرة. خمسة بالعشرة. واحد ستة بالعشرة. ستة بالعشرة. عشان تكملهم بدوم اربعة بالعشرة. يعني كاف تسوي اربعة بالعشرة. بداش يعني لفه دوران كتير. وين الاربعة بالعشرة. هاي. اللي هي ايش? اللي هي دال. نروح على اللي بعدين. نيجي لهذا السؤال. تتبع علامات طلبة لتوزيع طبيعي. وسط الحسابي ستين. حراف المعياري اربع. اذا كانت العلامة المعيارية المقابلة العلامة الطالب تساوي سالب ثلاث. طيب. الوسط الحسابي احنا بنسميه سين فتحة. ايش? ستين. حراف المعياري عين. اذا سين فتحة ستنا. اكتب لك اياه هون. سين فتحة ستين. حراف معيارين. اذا كانت العلامة المعيارية. العلامة المعيارية زين. تساوي ثلاثة. يعني زين تساوي ثلاثة. فانا فانا يعني جد. جد العلامة الفعلية. العلامة الفعلية اللي هي مين? اللي هي سين. بدنا نطلع ايش? سين. اكتب البيانات هاي عجانب عندك. حاضر. اه سين فتحة ستين. سين فتحة. تساوي ستين. عين اربعة. عين تساوي اربعة. زين سالب ثلاثة. زين سالب ثلاثة. وسين مجهول. سين ايش يا جماعة? سين في هذا السؤال مجهول. اه في عندي تلات اشياء والربعة ناقصة. بكتب قانون عز. عز. يساوي سين. ماقصة سين فتحة. العين اربعة. الزين سالب ثلاثة. يساوي السين. بدنا اياه. ماقصة سين فتحة. ستين. اربعة بسالب ثلاثة. سالب اطناشة. ساوي سين ناقص ستين. طيب. بحطه هون زائد ستين. زائد ستين. هاي راحت. تطلع عندي سين. نساوي. هاي كانها ستين ناقص ستناشة. اللي هي تمانية. تمانية واربعين يا جماعة. تطلع سين تساوي ايش? تمانية. تمانية واربعين. هاي تمانية واربعين. يبقى هذا السؤال. القانون اللي هو عز يساوي سين ناقص سين فتحة جاهزين يا استاذ. سهل القانون هذا. بنستخدمه ونطبق عليه. بتطلع. بتطلع معي الجواب مباشرة. متى بستخدم القانون هذا يا استاذ? ازا توفر عندك تلات اشياء. واحد اتنين تلات. وبدك الرابعة. وبدك ايش? الرابعة بتستخدم قانون قانون عز. بتستخدم قانون عز. هذا هذا درس ايش? هذا درس العلامة المعيارية. هادي يا جماعة. هاد درس ايش? العلامة المعيارية. طيب السؤال اللي بعدي. ايوا. احسب معامل الارتباط بيرسون. بده معامل الارتباط. وما اعطيك جدول في سين وصاد. ايوا. اول ما يعطيك جدول في سين وصاد بتكتب له كالتالي. معامل الارتباط. راء يساوي. كسر. جذر. مجموع. 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 فوق. سين ناقص سين فتحة. صاد ناقص صاد فتحة. تحت. سين ناقص سين فتحة. حط لها تربيع. صاد ناقص صاد فتحة. حط لها تربيع. ويا حبيبي از اعطاك جدول في سين وصاد. بدك تعمل جدول كبير. بدنا نعمل جدول كبير. از بدنا نعمل جدول كبير. طب الجدول اللي كبير هاد. شو راح تحط فيه. ايوا. طول بالك معي الان. اول اشي شو بنحط. اول اشي يا سيدي سين. وبعدها سين فتحة. حلو. خانشوف شو بتكتف في الجدول. ها. هسا بحكي لك. اول اشي سين. بعدها سين فتحة. بعدين اطرح ربع. ايش? اطرح. سين ناقص سين فتحة. ربع. سين ناقص سين فتحة. تربيع. ايوا. يبقى سين سين فتحة. اطرح. ربع. تمام. وزيهم صاد يا حبيبي. زيهم مين? زيهم صاد. حاضر. زيهم صاد. صاد. صاد فتحة. اطرح. صاد ناقص صاد فتحة. ربع. صاد ناقص صاد فتحة. تربيع. تمام. واخر اشي بتسوي الكوكتيل. اطرح. شو الكوكتيل يا استاز? اللي هو هاد. البسط. اللي هو بتاخد سين. ناقص سين فتحة. وبتضربها مع صاد. ناقص صاد فتحة. حلو. يلا بلش عب السين. ماشي. شو عب السين. ستة. سبعة. ستة. سبعة. خمسة. تلاتة. اربعة. تلاتة. اربعة. حلو. السين فتحة يا كيف نجيبها يا استاز? يا حبيب السين فتحة بتساوي مجموع السينات على عددهم. حلوات. اجمع لي السينات يلا. ستة. وسبعة. تلاتة. وخمسة. تمنتاش. واحد وعشرين. اربعة. خمسة. وعشرين. عددهم واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. خمسة. وعشرين على خمسة. بتساوي خمسة. معناته السين فتحة خمسة. شو بعمل? بترش خمسات. ايش? بترش خمسات عند السين فتحة. خمسة. 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 طب بعدين. قطرح. سين نقصين فتحة. ستة نقص خمسة. واحد. سبعة نقص خمسة. اتنين. خمسة نقص خمسة. صفر. تلات نقص خمسة. سالب اتنين. اربعة نقص خمسة. سالب واحد. طيب بعدين ربع . طيب ها ربع. واحد تربيع واحد. اتنين تربيع استنى. واحد تربيع واحد. اتنين تربيع اربع. صفر تربيع صفر. سالب اتنين تربيع اربع بروح السالب. سالب واحد تربيع واحد. استاز مش بدك هيك لو نفصلهم عن بعض احسن عشان ما نتخربطش. حاضر يا سيدة اصل لك يوم من بعد سين سين فتحة سين نقص سين فتحة سين نقص سين فتحة تربيع صاد صاد فتحة صاد نقص صاد فتحة صاد نقص صاد فتحة ايش تربيع وهي كمان هيك تمام يلا بلش لف مين هسا في الصاد هات لي يلا قيم الصاد هات قيم الصاد وين قيم الصاد الصاد هايها خمسة ستة أربعة خمسة ستة أربعة واحد أربعة واحد أربعة طب بدنا صاد فتحة بنفس الطريقة صاد فتحة تساوي مجموع الصادات على عددهم طويل هذا السؤال يا استاذ طبعا ولا لعلامات يا جماع يلا مجموع الصادات يا جماع خمسة وستة احداش احداش واربعة خمستاش واحد ستاش واربعة عشرين عددهم برضو خمسة عشرين على خمسة ساوي كام ساوي اربعة اذا نروح هنروح عندي الصاد فتحة ونروشه اربعة 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 اطرح ماشي خمسة نقص اربعة واحد ستة نقص اربعة اتنين اربعة نقص اربعة صفر واحد نقص اربعة سالب ثلاث. اربع نقص اربع صفر. هون ربع. التربع طبعا بتروح 물론. واحد تربع واحد. اثنين تربع اربع. صفر تربع صفر. ثلاث تربع تسعة. اخر اشي يا استاذ. بدنا سين نقص اين فتحة نضربها مع صلوض نقص اصد فتحة. سين نقص عين فتحة نضربها مع صلوض نقص. وين سين نقص عين? هدول. نضربهم مع مين مع صاد نقص سطح مع هدول حلو كل واحدة مع المقابلة إلي واحد بواحد واحد 2x2x4 0x0 سالب بسالب و2x3x6 0x0 حلو الآن ارجع الآن للسؤال اللي عندك عشان تطلع الجواب هايو نحط كسر ونحط جاذر ونحط ضرب أول إشي بدي ياهل هو الكوكتيل هاد وينو هادا الكوكتيل هايو استيس الكوكتيل طلع للمجموع طلع للمجموع حاضر بطلع للمجموع مجموع الكوكتيل بدي مجموع هايو مجموع يا جماعة بدنا مجموع الكوكتيل هاي اجمع لي هدول 6 و 4 4 و 16 و 1 و 11 إذن الجواب هون 11 طيب بد السين اللي علىها تربيع وين هاي ها السين اللي علىها تربيع اجمع لي هدول 1 و 4 5 1 و 4 5 5 و 5 10 إذن هون 10 والصاد اللي علىها تربيع اجمع لي يوم الصاد اللي علىها تربيع 1 و 9 10 و 4 14 يعني يطلع الجواب 11 على جذر 10 و 14 140 الياب نحط الصفر جنب ال 14 وهذا نوعه إذا بدك ترضي لماذا ترضي يا أستاذ ترضي يا جماعة لأنه موجب لأنه موجب طب هو طالب نوعه في السؤال يا أستاذ هون بيحكي لك احسب معامل طباب برسم و خلاص احسبه هاي حسب تطلع الجواب 11 على جذر 140 لو حكي لك شنوعه بتقوله ترضي ليش ترضي لأنه موجب هاي مش مطلوبة بس زيادة من عندي أيوة يبقى لما يعطيك جدول فيه سين مصاد بدك تكتب القانون وتعمل الجدول هات سين سين فتح اطرح سين نقص سين فتح ربع تربيع نفس الكلام صاد صاد فتح صاد نقص صاد فتح صاد نقص صاد فتح تربيع وبعدين في آخر إشي بنكتب له الكوكتيل من هو الكوكتيل الكوكتيل اللي هو هات سين نقص سين فتح بصاد نقص صاد فتحة وبنعود بنجيب المجميع هاي اللي هي مجموع الكوكتيل مجموع السين تربيع ومجموع الصاد تربيع هن صفر هن صفر ليش مش حطين هن صفر يا جماعة ومجموع الصاد تربيع يا جماعة اللي هو طلع معي كام آآ 14 اللي هو طلع معي كام 14 وبنكتبه هون وبنطلع وبنطلع الجواب هذا يا سيدي سؤال معامل الارتباط وهذا في الوزارة بتلاعلي كمشة علاماتي يعني تفكريش لو جاب لك السؤال هذا هيك حل جدول علي علامات علامات كتير طب ماشي يا استاذ ها نروح للسؤال السؤال هاته هذا السؤال الله مصنع سيدنا محمد معطيني في هذا السؤال هايوه سين فتحة ساو 2 صاد فتحة 4 ومجموع سين نقص سين فتحة 14 والكوكتيل 30 جد معادلة خط الانحضار ايوه معادلة خط الانحضار شوفوا يا جماعة لما يحكي لك معادلة خط الانحضار احنا متفقين معادلة خط الانحضار اش هي ياه معادلة خط الانحضار يا استاذ صاد المتوقعة عليها تمانيه بتساوي الف سين زائد با اللي بتطلع اسب بس احنا مش هنسب ولاش احنا مؤدبين صاد المتوقعة بتساوي هاي السين بتنزل بد الالف وبد الباق بد الالف هون وبد الباق هون ها بدنا الالف وبدنا الباق يا جماعة معطيك الالف في السؤال لا بس الالف لها قانون حافظ قانون الالف اه يا استاذ شو الالف بتساوي طيب الالف يا استاذ بتساوي مجموع الكوكتيل اللي هو مجموع سين ناقص سين فتحة بصاد ناقص صاد فتحة على مجموع على مجموع سين ناقص سين فتحة ايش تربيع طب هو ما اعطيك المجموع هاي في السؤال هذا الكوكتيل وينه هايو هاد هذا هذا الطويل هايو المجموع هاد كام هاد تلاتين اذا هون تلاتين طب وين سين ناقص سين فتحة تربيع سين ناقص سين فتحة تربيع هايو سين ناقص سين فتحة تربيع كام هاد عشر تلاتين على عشر تلاتين على عشر يساوي تلات اذا الف كامي جماعة الف تلات بدنا الباء حافظ قانون الباء اه حافظ قانون الباء كمان الحمد لله الباء الباء تساوي شو قانون الباء صاد فتحة ناقص الف سين فتحة هاد قانون الباء هكتون حافظه فالباء هتساوي صاد فتحة هي اربعة تمام اربعة ناقص الف جبناها ثلاث سين فتحة سين فتحة اتنين حلو تلاتة باثنين الضربة اولا يعني بتصير اربعة ناقص ثلاثة باثنين ستة اربعة ناقص ستة سالة باثنين هاي الباق سالة باثنين يعني المعادلة يا استاذ لو زبطناها هيك هتصير صاد بتساوي ثلاثة سين موجب مع سالب سالب اتنين هاي المعادلة اللي هو طلبها في السؤال يا جماعة ماشي هيك معادلة خط الانحضار واضحة معادلة خط الانحضار الها قانون نحيها زي ما انتوا شايفين وبطلع الالف والباق الالف الها قانون والباق كمان والباق كمان الها قانون الف وباق وعبوضهم بينحل معاك السؤال هذا سؤال الانحضار اللي هو اخر درس في واحدة الاحصاء والاحتمال السؤال اللي بعديه برضو على الانحضار اذا علمت ان معادلة خط الانحضار للعلاقة بين عدد الساعات الدراسة اليومي سين اكتب عندك هذا الكلام عدد الساعات سين والمعدل التحصيلي صاد المعدل صاد حلو هي هنعطيك المعادلة كويس هنعطيني المعادلة صاد وعليها ثمانية هيك بتساوي اربع سين زائد اتنين وخمسين طيب كمل فان طبعا فان يعني جد فان يعني جد جد الخطأ في التنبؤ طيب الخطأ في التنبؤ ايه قانون بكتب له اياه الخطأ في التنبؤ دايما يساوي صاد ناقص صاد هاي هذا الخطأ في التنبؤ يا جماعة طيب فان الخطأ في التنبؤ بمعدل طالب درس ست ساعات ساعات يعني سين ست وحصل على معدل تمانية وسبعين معدل يعني صاد تمانية وسبعين خلاص الان اعوض اعوض هون صاد تمانية وسبعين ناقص صاد هاي هايها اربع سين زائد اتنين وخمسين اللي هي اربع سين عرفناها سين سين كام ست يبقى اربع بستة زائد اتنين وخمسين بتساوي تمانية وسبعين ناقص 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 احسب لي هاي اربع بستة اربع بستة واستاز اربع وعشرين وزائد اتنين وخمسين اربع زائد اتنين ستة اتنين زائد خمسة سبعة ستة وسبعين طيب تمانية وسبعين ناقص ستة وسبعين يطلع الجواب يساوي ايش يساوي اتنين اذا الجواب اتنين وين يجب معها يدال الجواب يدال يساوي ايش يدال يساوي يساوي اتنين ماشي ايك سهل السؤال هاد خدنا زيه يعني اكتر من سؤال الحمد لله هذا الخطأ في التنبع درسا من الحضار اخر سؤال في هذا الدرس بحكي لك اي اشكال الانتشار الاتية يمثل علاقة ارتباط عكسي تام ايش عكسي تام عكسي تام من العكسي التام العكسي التام يا استاذ المفروض بيجي خط مستقيم للشمال خط مستقيم ايش رايح للشمال وين هو هاد هذا هو هذا خط مستقيم رايح لوين يجب معه هاي خط مستقيم رايح للشمال هذا هيك بنسمي ايش عكسي تام فالعكسي التام اللي هو مين جيم ماشي وانتوا عارفين الرسومات من درس الارتباط وانتوا عارفين الرسومات من الارتباط لما نحكي لك عكس تام يعني رايح للشمال وخط مستقيم وخط مستقيم كله على خط مستقيم للشمال وهذا كان اخر سؤال هذا كان اخر سؤال يا جماعة في هذا الامتحان هذا كان اخر دا في هذا الامتحان الحمد لله اللي هو هاد على الارتباط هذا السؤال على الارتباط هايو ارتباط والعكس التام اللي هو هاد السؤال اللي قابليه كان الخطأ في التنبؤ اللي هو عدرس الانحضار وهذا معادلة الانحضار وهذا الجدول اللي كبير اللي خدنا عدرس الارتباط برضو وهذا التوزيع الطبيعي شفنا لا مش التوزيع الطبيعي عفوا هذا العلامة المعيارية درس العلامة المعيارية هذا الجدول هذا اكتر من مرة خدناه اللي هو التوزيع الاحتمالي وهذا كان التوزيع الطبيعي هذا التوزيع الطبيعي عرفنا كيف نحله السيم بتحول لزين العدد نقص الوسط على الانحراف والاحتمال ومعطيك لمزين الف والف كيف بنتعامل مع الف خدناها قبل هيك برضو هات سؤال ذا لحدين بره مر معنا وهذا تاع المضروب سؤال المضروب وهذا بكم طريقهم اختار اربعة من خمسة اربعة ايش من خمسة هذا كان الامتحان الامتحان الخامس يا جماعة الحمد لله هيك كمان خلصنا وننتقل للامتحان السادس